المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي معكم فيها أحمد العنزي والبداية دوما بأبرز العنوية الكويت تعزز جهود المكافحة الإرهابية بشهادة أمريكية مفاوضات اليمن تراوح في المكان والحلول رهنة تنازلات غارات الأسد تستهدف حلب وطائرات روسيا تغير على إدلب الداخلية مستعدة للشوارع وعدساتها ترصد بعض الطرائف كل ما احنا خدنا كالوريز اللي احنا متعودين عليها كل ما احنا حسنا بنشاط أكتر واجبة الفطور يعني خلال عشر دقائق عشان تلحق على الصلاة فترة الفطور أهم شيء الشارب والتشريب إرشادات صحية للصائم للحيلولة تيدون الإضرار بالجسم الكويت عززت جهود مكافحة الإرهاب على المستويين المحلي والدولي فيما حافظت على مستوى وثيق من تعاونها مع واشنطن بحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لعام 2015 عن الإرهاب الدولي وذكر التقرير أن الكويت اتخذت إجراءات عدة لتحسين الرقابة على عمليات جمع التبرعات الخيرية وتنظيمها كما لفت الانضمام الكويت إلى المجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم داعش وتبر التقرير أن لدى وزارة الداخلية والحرس الوطني إمكانيات جيدة واستجابات إيجابية للمخترحات البناءة وخلص التقرير إلى أن داعش يبقى التهديد الإرهابي الأكبر فيما تعد إيران الدولة الراعية للإرهاب على مستوى العالم في جديد منفاوضات السلام اليمنية التي تحتضنها الكويت قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن المشاورات شهدت إعادة خلط للأوراق خلال الأيام الماضية معتبرا أن الحل قريب لكنه ليس ببسيط لاعتماده على استعداد الطرفين لتقديم تنازلاته هذا وتركزت مشاوراته هذا الأسبوع حول قضية الأسرى والمعتقليين سواء في اجتماع اللجنة المختصة لهذا أو في اللقاء الذي عقده ولد الشيخ أحمد مع الوفد الحكومي وقدم الوفد الحكومي إفادته الأولية عن عدد من المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في الكشوف المقدمة من الطرف الآخر كما تم تبادل الإفادات بين الأطراف بواسطة مكتب المبعوث الخاص في سوريا يواصل كل من نظام الأسد والقوات الروسية شن الغارات الجوية على المدن والبلدات مخلفة المزيد من الضحايا المدنيين وفي السياق قتل أكثر من 30 مدنيا جراء غارات شنتها قوات النظام على مدينة حلب وطريق الكاستيلو المنفذ الوحيد إلى الأحياء الشرقية في المدينة وقال مصدر في الدفاع المدني أن 21 مدنيا قتلوا جراء غارات كثيفة على أحياء أدى في المدينة بينما قتل عشرة آخرون جراء غارة استهدفت حافلة نقل للركاب وكذلك شنت الطائرات الروسية غارات عدة على قرى ومدن محافظة أدلب مخلفة عشرات القتلى والجرحى المدنيين وفي تصريح للرأي وقبيل فضي دور العنقاد البرلماني بأسابيع تحدث رئيس اللجنة المالية نأم فيصل الشايع عن أبرز القوانين التي سيتم ترحيلها إلى دور الانعقاد المقبل نظرا لعدم الانتهاء من عداد التقارير الخاصة بها في اللجنة المالية كنا نتمنى الانتهاء من موضوع قانون إنشاء صندوق لدعم الطلبة اللي يدرسون على الحسابهم الخاص ولكن أيضاً لو أنه وزارة الجهات المقتصة وقالوا أنها محتاجة لمزيد من دراسة هي العامل الاستثمار ووزارة التربية أيضاً عندنا قانون يخص المدقين حسابات وصحاب مهن المدقين حسابات وغيرها أيضاً قانون مشروع من قبل وزارة التجارة أيضاً لما ناقشناهم فيه طلبه ووقت للتعديلات عليه بحكم أنه صدرت قوانين يديدة وبالتالي لازم بناء على القوانين يديدة لازم القانون هذا يتعدل القوانين ستؤجل إلى دور على ناقش طبعاً واضح واضح لأنه ما يمدي طلبه أسبوعين وثلاثة ما أعتقد في وقت لمنغشتهم وصدار تغريفها الإدارة العامة للمرور أكدت جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال وضع الخطط الكفيلة بتنظيم حركة السير أثناء شهر الفضيل مؤكدة أن الانتشار المروري سيكون على مدار الساعة آخر التحضيرات للإدارة العامة للمرور يستعرضها الزميل أحمد العنزي في هذا التقرير المشكلة المرورية من أكبر المشاكل التي يعاني منها المواطن بشكل يومي إلا أن الإدارة العامة للمرور تبذل قصار جهدها لتوفير البدائل ووضع الخطط البديلة للتغلب على هذه المشكلة سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك فراعت الإدارة العامة هذا الجانب في خطتها من ناحية نشر الدوريات على هذه الطرق سواء داخل المناطق كطرق داخلية أو بالنسبة للطرق الرئيسية والخارجية والطرق السريعة بالإضافة إلى التوزيعات سواء كانت ثابتة أو متحركة طبعا للدوريات كانت ثابتة على المفترقات بالنسبة للمداخل والمخارج والطرق والجسور وأيضا بالنسبة للطرق تعتبر رئيسية والدوريات المتحركة فيها الاستهتار والرعونة واستعراض الشباب في كافة أشكاله يزداد في هذا الشهر الفضيل بشكل مخيف من قبل فئة قليلة نقول عنها مواهب ضارة في الشارع قد تكون هذه مواهب في أماكن منتدياتها هي أساسا مضمار مخصص لهذا الجانب ممكن الواحد ينظر لها بأنها مواهب وقدرات لكن لما يستخدمها قاد المركبة في الشارع فهذه فعلا من المخالفات الجسيمة والتي تعتبر من الرعونة في القيادة الكاميرات الذكية المنتشرة في عدة أماكن لم تخلوا من استيادها لمواقف طريفة أنه كان فيه واحد قاعد يطر رحنا نقولها أو ماذا هذا المهم هو طبعا كان أما ما يدري طبعا فكان الحقيقة فيه يعني فيه تعاطف أو ما شابه وعلى تقاطع معين والكاميرا كانت تراغبها قبل وصول طبعا الدورية على أساس التعامل لأنه بعادة عن طلق قاعد يسبب ربكة على التقاطع إلى درجة طبعا آخر شيء جمع الفلوس وكانت الحقيقة مبلغة لأباس فيه فانزلت الكاميرا ويقعدوا ويحسبون إياه الفلوس وهو قاعد يحسب إيش كثير طلع من عملية الإطرارة هذه رغم الانتشار الكثيف لرجال الإدارة العامة للمرور في تنظيم حركة السيرة إلا أن تعاون قائد المركبة في الاتزام بقواعد المرور هو من يقلل حوادث الطرق والوفيات كما يعدتهم على مدار العام الإدارة العامة للمرور على أهوة الاستعداد لتنظيم حركة السير خلال شهر رمضان المبارك أحمد العنزي الرأي مدرية أمن محافظة العاصمة نفذت حملة تفتشية استمرت قرابة ثلاث ساعات بإشراف مدير عام مدرية أمن محافظة العاصمة بالإنابة العقيد ناصر العدواني وأسفرت عن ضبط ثلاثين شخصا بدون إثبات وثلاثة عشر مخالفا لقانون الإقامة وتسجيل أربعين مخالفة مرورية متنوعة فيما تم تحويل المخالفين والمطلوبين إلى جهات الإختصاص مدير مستشفى الجهراء غالب لبصيس قال إن العمل في مبنى العيادات الجديدة للمستشفى سيبدأ خلال العطلة الصيفية الحالية أوضح لبصيس أن المبنى الجديد مكون من أربعة أدوار بطاقة استعابية تبلغ 146 عيادة يوميا وبمعدل 730 عيادة أسبوعيا مضيفا أنه تم توفير العيادات العامة والتخصصية يوميا لتستوعب أربعمائة ألف مراجع سنويا أنماط القداء في رمضان تتفاوت بحسب الإحساس بالجوع والشبع وعليه يتم منح الجسم التغذية التي يحتاجها فيما يؤكد المختصون على جملة من التوصيات التي يجب مراعاتها لعدم الإضرار بالجسم محمد لحياري والتقرير التالي تختلف أنماط الغذاء وأساليب الحصول على يوم صحي كامل أثناء فترة الصيام وسط توصيات طبية بعدم الإسراف والتبذير في الأكل والشرب كي لا تعود بمضار صحية على الصائمين كثيرا ما ينهمك الصائمون بالأكل بعد سماع الأذان بشكل يفاجئ المعدة التي صامت عن الطعام والشراب طيلة نهار طويل تصرف يصنفه المختصون ضمن الأخطاء الصحية التي تسبب تلبكا معاويا واضطرابا في الجهاز الهضمي لذا يوجهون جملة من الإرشادات من ضمن العادات السليمة التي نحن نحب نواصل الناس بيها أنهم يكثروا من شرب السوائل في رمضان يأخذوا كثير من الألياف لأن كثير من الناس تشتكي من الإمساك في شهر رمضان طبعا نحن عارفين أن الألياف موجودة في الخضروات وأهم حاجة طبق الصلطة المفروض أن نحن من أول الفطار لحد الصحور نقست من ثلاث وجبات نأخذ فيهم كل العناصر الغذائية ونأخذ نفس كمية الكالوريز التي نأخذها في الأيام العادية لكي نتفايد أن نطلع من شهر رمضان زيادة 10 كيلو زيادة 15 كيلو وقد تباينت أنماط الصائمين الغذائية في عدد الوجبات وتقسيمها والعناصر التي تحتويها فترة السحور دائما يكون وجبة خفيفة شوي وعدم نحط موز وماء بارد ولبن وتمر نفس وسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة الفطور أهم شيء الشارب والتشريبة الفطار يعتمد حسب طبعا أنت تبي تفطر تبي تلحق على الصلاة إذا كان المسجد القريب من بيتكم يأخر مثلا فترة الإقامة ربع ساعة إلى ثلث ساعة في هذه الحالة تتناول الفطار الفطور ووجبة الفطور يعني خلال عشر دقائق عشان تلحق على الصلاة فما بتأ الف الوجبة في سبيل مشان صلاة تراويح أما موضوع عند الأذان لا يقل عن ثلاثة مرات مع شيء من اللبن هذا لا بد منه ويؤكد المختصون على ضرورة الحظي بسحور خفيف يحتوي ما يحتاجه الإنسان من عناصر غذائية في أيامه العادية دون مبالغة إحنا كل ما أخرنا الصحور كل ما ده كان أحسن ونازم نهتم جدا بشرب المية وشرب السوايل التانية في الصحور إحنا بنهتم بقى أن إحنا ناخد العكس إحنا أخذنا سكريات سريعة الإمتصاص على الفطار عشان إحنا عايزين سكر بسرعة إحنا على الصحور بقى إن شاء الله عزين ناخد سكريات صعبة الهضم شوية علشان تكمل معانا طول اليوم وإحنا صايمين وكل ما إحنا أخذنا كالوريز اللي إحنا متعودين عليها كل ما إحنا حسنا بنشاط أكتر على عكس من الناس فكرة أن أنا أكل كتير عشان بكرة يبقى عندي أنيرجي أكتر لا، كل ما إحنا كانت تقلق الكمية اللي دخل قد الكمية اللي إحنا هنستهلكها كل ما الإنسان حس بالنشاط إذن فلا إسراف ولا تبذير بالأكل والشرب في رمضان فما زاد ضر وما نقص أعل محمد الحياري الراي وليس ببعيد عن شهر الصوم ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الفلكي عيسى رمضان لتعرف على أجواء الصوم مناخيا ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الشهر أولا حياك الله معنا يا أهلا متى يحل شهر رمضان فلكيا برأيك إن شاء الله إن شاء الله ولكن نحن دائما نضع هذه الأجوبة لوزارة الأوقاف والشهر الإسلامية الأفضل ولكن فلكيا ونقول هذا كرأي شخصي أن بداية شهر رمضان المبارك يكون يوم الأسعين حسب غروب القمر بعد غروب الشمس وهذا الشيء يعني واضح فلكيا حسب الرزنامة الفلكية للقمر وكذلك شروق وغروب القمر فنقول يعني أنه يوم الأسعين ولكن هذا يعود لوزارة الأوقاف واللجنة الشرعية لمشاهدة حلال شهر رمضان المبارك نحن نريد أن ندخل فيها مثل ما قلت في مثل هذه التفاصيل لأنه فيها نوع من الأساسية كبيرة جدا في مثل الفترات التي تكون في بداية شهر رمضان المبارك ولكن أتكلم بشكل عام عن الأجواء وعن الطقس في مثل هذه الفترة والتي فعلا ستكون من الأشهر المميزة نرى أن هناك تغيث الفصول وهناك زحف الفصول وتحسن كبير هذا التغير هل سيؤثر على درجات الحرارة وما هي المتوقعة منها يعني نعم أكيد هناك تغيير كبير في الطقس بشكل عام في العالم تغيرات المناخ لا تأثير كبير جدا لاحظنا زحفها الفصول وهذه ظاهرة بدأت في السنوات الأخيرة أن فصل الربيع يزحف جزئيا إلى فصل الصيف الآن نحن كنا في فترة انتقالية ما بين فصل الربيع اللي هو انتهى وبداية فصل الصيف ولكن ما يحصل عندنا في شهر رمضان المبارك واللي هو يعد من الأشهر أو بداية شهر الصيف رسميا على الرزنامة المناخية هي بداية شهر ستة صيف عندنا وتبدأ فترة البوارح ولكن اللي راح يتميز في شهر رمضان المبارك إن شاء الله هذا العام أن تكون فيه فترات ترتفع فيها درجات الحرارة يعني فوق المؤدلات واللي راح يصادفنا يوم الخميس ويوم الجمعة والسبت القادمين بعدها فيه انخفاض في درجات الحرارة ففيه تفاوت كبير ماذا عن الغبار يعني؟ هناك من يقول أن الغبار أفضل من الحرارة بحيث أنه يخفف الحرارة نسبيا هناك شوف فيه انخفاض ما يفارق بين 7 درجات إلى 10 درجات مئوية أحيانا على حسب كثافة الغبار بين خفاض درجات الحرارة ولكن بسبب الأمطار الغزيرة والربيع الجيد في فصل الشتاء وفصل الربيع هذا العام الغبار راح يكون أقل في بداية موسم البوارح يعني بداية شهر 6 وحتى نهايته الغبار أقل لذلك الاشناء الشمسي وحرارة شأة الشمس تكون أعلى بشكل كبير جدا حتى نعتقد حسب المالجة الحسابية التي اتضعت عليها أن حتى حتى 7 سيكون الغبار أخف فزيادة بالحرارة ستصادفها في شهر 7 سيكون بعد شهر رمضان المبارك ولكن هناك بعض الأيام في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ستصادفنا مثل ما تكلم الخنيس والجمعة والسبت القادمين إن شاء الله إن شاء الله عسى الله يعين الخبير الفلكي عيسى رمضان شكرا جزيلا لك مستويات قياسية جديدة لخام الكويت تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير أهلا بكم في الاقتصاد سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 45 سنة في تداولات أمس ليبلغ 44 دولار و 17 سنة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية ارتفعت سعر النفط وتجاوز خام القياس العالمي مزيج جبرينت 50 دولارا عند تسوية للمرة الأولى في سبعة أشهر بيدعم من تأثير انخفاض مخزونات الخام الأمريكية التي تراجعت مليون و 400 ألف برميل الأسبوع الماضي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو أرينا باكوفا عربت عن بالغ شكرها وتقديرها للدور الذي تقوم به الكويت وأمير البلاد الشيخ صبح الأحمد لدعمهم تعليم اللاجئين السوريين في الدول العربية المضيفة جاء ذلك عقب التوقيع على اتفاقية تقدم بموجبها حكومة الكويت ممثلة بوزارة التربية مساعدات مالية بقيمة 500 ألف دولار لمنظمة يونسكو لدعم توفير التعليم للاجئين السوريين في لبنان ميسي براءة أم إدانا التفاصيل في صفحة رياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم قال الاتحاد الدولي لكرة القدم أن رئيسه السابق سيب بلاتر واثنين من كبار المسؤولين بالمؤسسة تورطوا في محاولة منسقة للتربح من خلال الزيادات السنوية لرواتبهم بجانب أرباح ومكافأة كأس العالم وأضاف الفيفا أن التحقيقات الداخلية كشفت عن أن المسؤولين الثلاثة حصلوا على 79 مليون فرنك سويسري خلال خمس سنوات وأشار الفيفا إلى أنه نقل المعلومات إلى مكتب المدعي العام السويسري ووزارة العدل الأمريكية وأن التحقيقات تتواصل ولم يتسنى الحصول حتى الآن على تعليق من بلاتر أو من جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا أو ماركوس كانتر المدير المالي والنأب السابق للأمين العام بالمؤسسة وقع النجم الإسباني ليونيل ميسي على أوراق دون الإطلاع على محتواها نظرا لثقته بوالده والمستشارين المكلفين بإدارة شؤونه المالية وخلال أربع ساعات جلس مهاجم الأرجنتين والهداف التاريخي لبرشلون الأسباني في المحكمة للمرة الأولى بشخصه وقال ميسي في الحقيقة لم أكن أعلم كما شرح والدي سلفا أنا أكرس نفسي للعب كرة القدم وضع انتقتي في والدي والمحامين الذين يديرون هذا الأمر فيما دافع خوركي ميسي والد اللاعب ميسي عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة له ولنجله بالتهرب الضريبي مؤكدا أن معلوماته عن الأمور القانونية والضريبية محدودة وقبل ختم نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور لأي تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحلولة من خلال رقم الواتساب الظاهر على الشاشة كما يمكنكم متابعاتنا عبر موقع تويتر الرأي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا عن يوتيوب الرأي تيوب في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة